في هذا الفيديو أصدقائي سنتعلم خطوات رفع المنتج الرقمي على ITC باحترافية مع تقديم نصائح ذهبية لرفع المبيعات لنتابع بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم حساب على ITC ستجدون في صندوق الوصف مجموعة من الفيديوهات المهمة حول كيف يتفتح حساب على ITC اتبعوا الخطوات وجربوا حظكم من يعيش في الدول الأجنبية يتم قبول حسابه بسرعة ولكن للأسف حسب تجارب العديد من الأصدقاء يتم غالبا إغلاق المتاجر التي تفتح من المغرب بدون أسباب واضحة ربما بسبب كثرة الاحتيال من بعض المتسجلين من المغرب كما أن معظم الدول العربية غير مدعومة من طرف ITC إذا كنت تعيش في الدول الأجنبية أو إذا كنت تعيش في المغرب بما أنها لا زالت دولة مدعومة في ITC جربوا حظكم ولزيادة فرص قبول حسابكم شاهدوا الفيديوهات في صندوق الوصف حيث شرحت فيه طريقة تسجيل مع نصائح مهمة حول كيفية التواصل مع دعم ITC لإقناعهم بقبول الطلب لرفع المنتج على ITC نسجل الدخول إلى الحساب نحدد Listing أو القوائم ثم نضغط على Added a Listing ونختار Digital Files لأنه منتج رقمي إذا قام شخص آخر بإنشاء المنتج يختار Another Company or Person إذا كان أحد أعضاء متجريك هو من أنشأ المنتج يختار A Member of My Shop أما إذا كنت أنت من أنشأ المنتج يختار I Did وطبعاً أختار I Did لأنني أنا من يصمم المنتج What is it؟ منتج نهائي يعني A Finished Product هنا تختار تاريخ إنشاء المنتج طبعاً دائماً إختار السنوات الأخيرة يعني من 2020 إلى غيات 2024 بالنسبة لهذا الخير فهو مخصص الأشخاص الذين يتعاقدون مع شركة أخرى لتجهيز وشحن المنتج على سبيل المثال الأشخاص الذين يبيعون تشيرتات على إيتسي يقومون فقط بإنشاء التصاميم ثم يربطون موقع مثل Printify بمتجرهم أي طلب يتلقونه يتم توجيهه مباشرة إلى شركة Printify التي تضيف التصميم إلى القميص وتشحن المنتج النهائي للمشتريك فهذا الخيار غير مناسب لنا لأنه لدينا منتج رقم نهائي إذن لن نضيف فيه أي شيء Continue كملاحظة مهمة أصدقائي ينصحكم بقراءة الرسائل التي تكون باللون الأزرق في صفحة رفع المنتجات لأنها تحتوي على تفاصيل مهمة جداً أول رسالة تخبرنا بضرورة التأكد من أن منتجك قابل للبيع على إيتسي أي أنه ليس مخالف بأي شكل من الأشكال لاحظوا أيضاً أنها تحذرك من رفع أي صور وجدتها على الأنترنت لأنها قد تسبب في إزالة المنتج أو القائمة من متجرك وربما إغلاق الحساب نهائياً فأنصحكم بالضغط على هذا الرابط وقراءة التفاصيل المتعلقة بسياسة البائع أو سياسة البائع في إيتسي لنبدأ بكتابة العنوان بالنسبة للعنوان لا يجب كتابته بطريقة عشوائية بل يجب البحث المكثف عن كلمات مفتاحية قوية والموربحة ما نعنيه بكلمات مفتاحية قوية ومربحة هي الكلمات المناسبة للمنتج أولاً والتي عليها نسبة بحث عالية ثانياً وأخيراً المنافسة قليلة شرحت هذه التفاصيل بدقة في كورس احتراف تصميم وبيع المخططة رقمية حيث قدمت استراتيجية متكاملة لكيفية تجهيز عنوين بكلمات مفتاحية مربحة لمعرفة تفاصيل الكورس شاهدوا الفيديو الموجود في صندوق الوصف كنت قد جهزت العنوان مسبقاً والوصف أيضاً جهزناه في الفيديو السابق إذا كنتم تتذكرون تعرفنا على أسهل طريقة لإنشاء وصف احترافي ومناسب باستخدام تشات جي بيتي في صندوق الوصف ستجدون جميع فيديوهات الدورة وصيب المشاهدتها كاملة لتحقيق أقصى استفادة في الفيديو الماضي قمنا بتجهيز هذه الصور الرائعة وكذلك جهزنا الوصف كما تلاحظون أصدقائنا يمكن إدراج أكثر من 140 حرف في العنوان لذلك سأزيل كلمة gift مثلاً ليصبح لدينا فقط 140 حرف أما هنا فنضيف صور عرض المنتج وأيضاً قائمة فيديو لاحظوا أيضاً هذه الرسالة مكتوب فيها أن القوائم التي تحتوي على فيديو تحصل على ضعف عدد المبيعات أو الطلبات مقارنة بالقوائم التي تحتوي على الصور فقط وأقل من 28% من البائعين في إيتسي من يستعمل الفيديوهات سأريكم الآن أثر طريقة لإنشاء قائمة فيديو لبيع المنتجات على إيتسي وزيادة المبيعات وجدنا أن القوائم التي تحتوي على فيديو تحصل على الضعف عدد الطلبات مقارنة بالقوائم التي تحتوي على الصور فقط هذه المقالة من إيتسي تحتوي على جميع التفاصيل حول القوائم المدعومة بالفيديو وكيفية رفع فيديو للمنتجات ما يهمنا هنا هو معرفة المقاس المناسب والصياغ المدعومة من بين الصياغ المدعومة أيضا يجب أن تعلم أن مدة الفيديو على إيتسي يجب أن تكون بين ثلاث ثواني إلى غاية خمسة عشر ثانية لا يمكن رفع فيديو أطول من خمسة عشر ثانية أو أقصر من ثلاث ثواني لتحقيق أفضل النتائج بالنسبة لنسبة العرض إلى الارتفاع الاسبيكت راشيو يجب أن تكون واحد على اثنان أو العكس وهو الشكل الموضح على الشاشة أفضل مقاس هو 2700 بيكسل في 2025 بيكسل تأكد من اتباع هذه الإرشادات لحصول على أفضل أداء في قوائم الفيديو الخاصة بك لإنشاء الفيديو بأسئل طريقة ممكنة وفي أقل من دقيقة نضيف تصميم جديد في كامفا بمقاس 2700 في 2025 بيكسل ثم نرفع صور عرض المنتجات العشرة التي صممناها في الفيديو السابق ونسحب الصورة الأولى بعد ذلك نحدد الصورة ونضيف حركة بريث نعدل توقيت الصورة أو تايمين ونجعله 1.5 ثانية لأنه لدينا عشر صور مع عشر صور سيكون الوقت الإجمالي هو 15 ثانية ثم نقوم بنسخ العشر الصفحات ونسحب كل صورة إلى كل صفحة بعد ذلك نحمل الفيديو بتنسيق الـ MP4 بدون أي موسيقى نتأكد أن مدة الفيديو لا تتجاوز 15 ثانية ثم نحمله ممتاز بهذا نكون قد أنشأنا فيديو لمنتجنا مما يساعدنا على زيادة فرص البيع نعود إلى صفحة الرفع ثم نحمل صور العرض مع الفيديو وضعتهم جميعا في مجلد واحد لتسهيل العثور عليهم ممتاز الآن نأتي إلى خطوة مهمة جدا تجاهلها الكثير من الأشخاص على الرغم من فائدتها الكبيرة في مساعدة خوارزميات الموقع على ترتيب منتجك والعثور عليه من قبل المهتمين وهي إضافة وصف لكل صورة من صور العرض نضغط على الصورة ونضيف وصف دقيق لمحتوياتها باستخدام كلمات مفتاحية مهمة لا تكتب الوصف بطريقة عشوائية بل أكتب الوصف مع مراعاة الكلمات المفتاحية التي عليها بحث عالي هذا يساعد في تسهيل العثور على منتجك من قبل الفئة المستهدفة المهتمة بهذا المنتج لدينا الحق في إضافة 250 حرف لكل صورة نفعل ذلك مع كل الصورة مع التأكد من استخدام الكلمات المفتاحية المهمة في الأوصاف بعد الانتهاء من إضافة الأوصف لجميع الصور نضغط على أبلي لتطبيق التغيرات وهنا نضيف المنتج كنت قد وضحت في فيديو تجهيز الملف النهائي للرفع جميع التفاصيل متعلقة برفع المنتج رقمي وكيفية رفعه بطرق مختلفة حسب نوع المنتج وحجمه حيث أن IT تسمح فقط برفع خمس ملفات ويجب أن لا يتجاوز حجم كل ملف العشرين ميكا بايت بما أننا جهزنا الملف النهائي مسبقا نقوم فقط بتحديده ورفعه بالنسبة للوصف كنت قد جهزته سابقا بمساعدة شات جي بيتي مع تعديل بعض التفاصيل والتأكد من كل المعلومات الآن ننسخ الوصف ونضعه في المكان المناسب له أما بالنسبة للسعر فقد تعرفنا في قسم دراسة السوق من كورس احتراف تصميم وبيع المخططات الرقمية على كيفية تحديد السعر المناسب للمنتج الرقمي بناء على دراسة السوق هناك بعض الحيال التي يمكن استخدامها لزيادة المبيعات مثل البدء بسعر منخفض للغاية عندما يبدأ المنتج في البيع ويحقق تقييمات إيجابية ستعتبره خوارزمية للموقع منتج مهم ومطلوب وبالتالي سيظهر دائما في الصفحات الأولى من نتائج البحث عندها يمكن رفع سعر المنتج إلى السعر التنافسي الموجود في السوق أو السعر المناسب لنبدأ بسعر مغري للغاية وهو الدولار واحد بالنسبة للكيمية يمكن وضع أي عدد مثل مئة نسخة عندما يتم شراء المئة نسخة يمكن إضافة مئة أخرى أو إذا وجدت أن المنتج يحقق مبيعات كثيرة يمكن وضع أقصى عدد ممكن وهو 999 نسخة بالنسبة للفئة أو الكاتيجوري إذا كان لديك منتج رقمي ولا تعرف في أي فئة يجب وضعه فقط ابحث في إتسي عن اسم المنتج رقمي لدينا نحن Digital Planner for GoodNotes نبحث عن Digital Planner for GoodNotes واختار المتجر الذي حصل على أعلى تقييمات ثم نزل إلى الأسفل وستجد الفئة التي استخدمها وأيضا التعجات التي استخدمها يمكنك نسخها من هنا أو استخدام آدات الأيفربي سأريكم لاحقا كيف ننسخ جميع التعجات دفعة واحدة باستخدام هذه الآدات الآن نحدد الفئة المناسبة وهي Planner Templates الآن نضيف التعجات يجب اختيار تعجات مناسبة وعليها نسبة بحث شهرية كبيرة لأنها تعتبر كلمة مفتاحية تساعد على ترتيب منتجك في محركات البحث يمكن نسخ التعجات من منتج منافس بطريقة يدوية من خلال نسخ كل التعج على حدة ولكن بما أنني ربطت حسابي بآدات الأيفربي نضغط فقط على Product Analysis ثم ننزل إلى قسم التعج ونضغط على Copy لنسخ كل التعجات دفعة واحدة بعد ذلك نعود إلى صفحة الرفع وننسق التعجات ونضغط على Added بهذه الطريقة أضفنا كل التعجات بسهولة ولكن عليك دائما التأكد من أن كل التعجات مناسبة لمنتجك إذا وجدت أن بعض التعجات ليست مناسبة تماما يمكنك تغييرها إلى تعجات أكثر ملاءمة لدي مخطط غير مؤرخ لذا سأحذف هذا التعج وأضيف بدلا منه Boohoo Digital Planner لأن المخطط بالطراز البوهمي بالنسبة لقسم المواد أو Materials يعني الأدوات المستعملة لإنشاء المنتج بما أننا نتعامل مع منتج رقمي يمكننا إضافة السياغ المتضمنة في المنتج في حالة هنا يتضمن المنتج ملف PDF صور PNG بالإضافة إلى خيار تحميل الفوري أو تحميل الرقمي Instant Download Instant أو Digital Download بالنسبة لShop Section نضيف فئة مخصصة في المتشر يمكن إضافة Digital Planners كفئة مخصصة وبالتالي أي مخطط رقمي نقوم بإضافتها أو أي قائمة تحتوي على مخططات رقمية نضيفها إلى هذه الفئة المخصصة Feature Thieves Listing تعني تمييز هذه القائمة أو إبراز هذه القائمة هذا الخيار يستخدم لجعل القائمة تبرز أو تظهر بشكل أكثر وضوح على متجرك مما يزيد من فرصة جذب انتباه المشترين المحتملين لذلك يفضل تحديد هذا الخيار ثم تختار طريقة تجديد القائمة القوائم في HC يتم تجديدها كل أربعة أشهر إذا اخترت التجديد اليدوي فهذا يعني أن القائمة ستصبح غير ناشطة بعد انتهاء صلاحيتها بأربعة أشهر وستحتاج إلى تجديدها يدويا مقابل 20 سنت مرة أخرى وإذا اخترت التجديد التلقائي فسيتم تجديد القائمة تلقائيا وسيتم خصم 20 سنت من حسابك لكل قائمة تجددها أنا أختار التجديد التلقائي حتى لا أنسى فيما بعد ولكن خلال الأشهر الأربعة الأولى سيتضح ما إذا كنت سأجدد القائمة أم لا إذا حصلت على مبيعات جيدة سأتركها على التجديد التلقائي ليتم تجديدها تلقائيا أما إذا لم تحقق أي مبيعات فسأقوم بإلغاء التجديد التلقائي ثم نضغط على Publish كما تلاحظون رفع أي منتج جديد على IT يكلف 20 سنت للحصول على قوائم مجانية يمكنك مشاركة رابط الأفليات الخاص بك مع الآخرين المهتمين وستحصل على 40 قائمة لكل شخص يسجل عبر رابطك أحد الأصدقاء استخدم طريقة مميزة حيث أنشاء قائمة لبيع قوائم IT ووضع في القائمة رابط الأفليات الخاص به للتسجيل في IT والحصول على 40 قائمة ثم باع هذه القائمة بـ 80 أو 70 سنت فقط بهذه الطريقة يجذب العديد من المهتمين لأن 40 قائمة تعني توفير 8 دولار بينما هو يبيع العرض بـ 80 سنت فقط وفي نفس الوقت يربح 40 قائمة ومن سيشتهي العرض بـ 80 سنت سيربح أيضا 40 قائمة يعني سيوفر 8 دولار هذه حيلة ذكية جدا لكنني صراحة لست متأكدة إن كان ITC يدعم ذلك أم لا لاحظت أن العديد من الأشخاص يبيعون قوائم الأربعين قائمة على ITC فيفضل التواصل مع الدعم للتأكد من عدم القيام بأي مخالفات إذن هكذا ستظهر القائمة على ITC صور العرض جودتها ممتازة والفيديو أضافة لمسة احترافية للقائمة كما أن الوصف يحتوي على كل التفاصيل المهمة والعنوان يحتوي على كلمات مفتاحية جيدة أيضا ممتاز جدا الحيلة الثانية التي أرى أنها أفضل من وضع السعر الواحد دولار للمنتج في البداية هي إنشاء عرض تخفيض العروض تجذيب الناس للشراء أكثر لإنشاء العرض نعود إلى القائمة أولا ونعدل السعر نضيف السعر الأصلي للمخطط لنكتب مثلاً 10 دولار في قسم الماركوتين نحدد ران السيل لإنشاء عرض التخفيض ونختار نسبة الخصم يمكن اختيار نسبة بين 25% إلى 50% أو إضافة عرض مخصص مثل 95% نختار المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليه هذا الخصم سأتركها إفيروير ليكون خصم صالح في أي مكان في العالم بالنسبة لخيار أوردر مينيموم نتركه نون يعني أن العرض صالح عند شراء منتج واحد فقط إذا كنت تريد أن يكون العرض متاح فقط عند شراء عدة منتجات يمكنك تعديل هذا الخيار هنا نحدد تاريخ بداية العرض وتاريخ نهايته يفضل أن يكون العرض لمدة لا تتجوز أربعة أيام لأن ذلك يشجع العملاء على الشراء بسرعة قبل انتهاء العرض أخيرا نكتب اسم للعرض لتذكره كما تلاحظون الحد الأقصى للعرض هو 75% فقط وليمكن إنشاء عرض تخفيض بنسبة 95% لذا لنختار 75% كحد أقصى لعرض التخفيض نضغط على continue ثم نحدد القائمة إذا كنت ترغب في تطبيق هذا العرض على المتجر بالكامل إختار all listing سأحدد أنا فقط المخطط الرقمي لهذا العرض ثم نضغط على review and confirm نعود إلى القائمة على Etsy وكما تلاحظون تم تطبيق العرض وبدلا من شراء المخطط بعشر دولارات سيصبح سعره 2.50 دولار ولكن أنا أريد في البداية أن أبيع المنتج بسعر مغري أكثر رغم أنني صراحة تعبته فيه وأبدعته فيه والمنتج يستحق 10 دولار أو أكثر لكنني سأبيعه في البداية بسعر مغري لكي يحقق جميع الاستفادة من سيشتريه في البداية سيستفيد منها أكثر وأنا سأستفيد من ترتيب المنتج في محركات البحث بحيث سأحقق فيما بعد مبيعات أعلى وأعلى بإذن الله لذا سأعود لتعديل القائمة وأخفض السعر إلى 7.59 دولار مثلا ثم نضغط save الآن السعر بعد التخفيض أصبح مغري جدا لنجرب البحث عن القائمة في إيتسي لنرى هل تظهر في نتائج البحث أم لا لنكتب الكلمة المفتاحية الرئيسية للمخطط الرقمي التي اخترناها وفق المعايير اللازمة نسبة منافسة قليلة طلب عالي ومتوافقة ممتاز ظهرت القائمة في الصفحة الأولى من نتائج البحث وهذا يعني أن اختيار الكلمة المفتاحية الرئيسية كان موفق في كورس احتلاف تصميم وبيع المخطط الرقمية شرحت بالتفصيل استراتيجية سيو واختيار أفضل كلمات المفتاحية وأيضا طريقة توزيعها على عدة قوائم مما يرفع من نسبة المبيعات لاحظوا أنه عند الضغط على القوائم يتم تشغيل الفيديو تلقائيا مما يجذب الانتباه ويشجع العملاء على النقر على المنتج في الفيديو القادم سنقوم بشرح مهم جدا حول كيفية إنشاء قائمة بريدية وجمع عناوين البريد الإلكتروني للعملاء المهتمين هذا الفيديو سيكون مفيد لأي نوع من الأعمال عبر الانترنت فلا تفوتوه لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جهاز إشعالات للحصول على التنبيه فورا نزول الفيديو الجديد إذا كنتم ترغبون في متابعة دورة بيع المنتجات الرقمية على اتسي بالكامل اضغطوا على هذه القائمة وللتعرف على تفاصيل كورس احتلاف تصميم وبيع المخططات الرقمية Digital Planners اضغطوا على هذا الفيديو بالتوفيق للجميع